بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه يقول ربنا سبحانه وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء هذه الآية الكريمة تتكلم عن الهداية وثمت آية أخرى يقول ربنا سبحانه وتعالى فيها مخاطبا سيدنا صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ونقرأ في الفاتحة كل يوم في الصلاة وفي غيرها اهدنا الصراط المستقيم تكلم المفسرون عن أنواع الهداية الربانية وقالوا إن الهداية تنقسم إلى قسمين هداية إرشاد وهداية دلالة الله سبحانه وتعالى يرشد عباده ويدلهم ويسر لهم وينزل لهم الكتب ويرسل لهم الرسل عسى أن يهتدوا إليه وهذه هي هداية الإرشاد والدلالة وهذه الهداية يشترك فيها الخلق جميعا الله هدى الخلق إليه عرفهم به بل إنه سبحانه وتعالى هدى سائر المخلوقات ليس الآدميين فقط هدى الحيوانات هدى الطيور هدى الأمم في هذا العالم كلها إليه يقول الله سبحانه وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ كل هذه هي هداية الإرشاد والدلالة وسمت نوع آخر من الهداية وهو هداية التوفيق وهداية أخز زمام الخلق إلى الخالق جل في علاه وهذه الهداية لا يعطاها إلا عباد الله المقربين الذين هم أقرب إلى الخالق الذين قدموا قال الله سبحانه فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَةِ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى هذا هو الذي يهدى الهداية الأجمع والأشمل هداية التوفيق هذه الهداية أن يوفق الله العبد الصالح إلى ما يقربه إليه يوفقه للصلاة يوفقه للصدقة يوفقه للصيام يوفقه لصالح الأعمال يوفقه إلى أقوم الطرق يوفقه إلى خير السبل يجعل في قلبه وازع يدعوه إلى عبادة الله وإلى الإقبال على الله وإلى شكر نعمة الله وإلى حسن ذكر الله سبحانه وتعالى والسير على طريق المهتدين إلى يوم الدين هذه الهداية إنما هي سر بين العبد وربه يستطيع العبد أن يحصل هذه الهداية بالدعاء وبكثرة العبادة وبإقبال القلب على الله وبأن يلازم اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت هذه الهداية المدعو بها إنما هي هداية التوفيق وهداية الدلالة والإرشاد جميعا هذه الهداية هي الهداية التي ينجو بها المسلم هذه الهداية هي درجة الفائزين الهداية التي يقذفها الله في قلب العبد فيداوم الإقبال على ربه ولا يترك بابا من الخير إلا يسير فيه ولا يترك بابا من الشر إلا يمتنع عنه فيكون من المهتدين كما قال الله سبحانه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء يهدي هداية التوفيق يهدي هداية الإيمان من يشاء هي التي قال الله سبحانه وتعالى فيها فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام يشرح صدره ينشرح قلبه ويلقى في الإيمان والإسلام ما يدفعه إلى الدخول فيه والأعمال الصالحات ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كلما زاد الصدر ضيقا كلما ترك الإنسان الهداية وبعد عن الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه أن يرزقنا هداية التوفيق وأن يرزقنا هداية الإرشاد إليه وأن يأخذ بأيدينا إليه وأن يجعلنا من أعبد عباده له ومن خير عباده عنده ونسأله جل في علاه أن يقبلنا وأن يتقبل منا وأن يرضى عنا وأن يرضينا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر